مرحبا اصدقائي كيفكم شاء الله تكونوا بخير انا علي عمار ورجعت لكم فيديو جديد اصدقائي قبل انبلش بعد الفيديو خلونا نوصل هذا الفيديو للعشرين الف لايك باعوا قدها بنقدر هنا يجيب انفصتها اصدقائي ككل سطورة قاعد بشاتر الفيديو ينزل وتحدي eject لايك ويشرك في قناة ولايك وما يشترك فاحذر استنبيعات حتى نحصلوا بكل فيبيتients جديد عن free fire希望 mature الفيديو طبعا اول شي اصدقائي ع عان جد شكرا القلب على 900000 ابو الاف واخر على القناة يا اصدقائي ع جد كتير للمليون ان الشاء الله الىatkهigkeitenaud bagadamamv Leonmoniberg وما ظل كتير للمليون يا اصدقائي ان شاء الله وبدعمكم المتواصل يا أصدقائي راح نوصل للمليون اخ واخه على اليوتيوب يا أصدقائي طيب ما بدي أطول مقدمة الفيديو اكتر من هيك المهم يا أصدقائي مسابقة للي ما بيعرف لثلاثة اشخاص على الفير باس يا أصدقائي راح أحكأنه المسابقة كانه في نهاية الفيديو habitual وكيف تشارك وحب يشارك فيها التابع الفيديو للنهاية ما ظل غير يومين عليا و ما snapshot سيكون فيديو اليوم يا أصدقائي فيديو اليوم راح يكون عن ايفنت الجديد اللي فتح الموقع الجديد هذا الحدث الجديد ملاك الماركة يا أصدقائي أوكي ففيديو اليوم رح يكون صراحة أنا كنت متردد على هذا الفيديو ولكن شفت كتير رسائل عن هذا الحدث علي سوينا فيديو عن هذا الحدث علي عملنا فيديو ما معرف شو عن هذا الحدث أوكي فحضر أصدقائي قررت أنه أنا أصور لكم هذا الفيديو طيب مثل ما أنتم شايفين هون جائزة الكبرى بهذا الموقع واللي هو سكن البنت ملاك الماركة أوكي هذا السكن أنا عندي تقريبا بس ما بعرف بس ما عندي سكن كامل قبل هيك نزلوه بموقع بس بالموقع هذا كان فيه تبادل المهم فسكن ما عندي أكامل ما بعرف شو الشيل بنقصني منه خليني أشرح لكم الموقع يا أصدقائي على السريع طبعا مثل ما حكينا هون جوائز موجودين جائزة الكبرى اللي هي البنت والباقي جوائز عادية ركصة بطاقات دايمند رويل بطاقات مكينت الأسلحة وأشياء عادية طبعا لعننا الشيل حلو بهذا الموقع يا أصدقائي أنه أنت بتقدر تحدف شغلتين من هاي الهدايا يعني شغلتين أنت مو عاجبينك أو شغلتين أنت عندك إياهم بتقدر تشيلهم مثل أنا رح أشيل أكل القطة أوكي بتعرفوا أنه أنا وأكل القطة أبدا مو أصدقائي يا أصدقائي فرح أشيل كمان السكار الزهري يا أصدقائي بأعتقد أوكي والله مبارف السكار الزهري عندي يا دائم خلص رح أشيل يا أصدقائي أحسن ما يطلع لي سكنار طيب هيك اخترنا الشيئين اللي إحنا بدنا نحدفهم يا أصدقائي فأوكي طيب في عندنا هون يا أصدقائي كمان شغلة ثانية واللي هي أنه سعر اللفات مو سعر اللفات اللفات عند ثلاث لفات بتحصل على باكجات الناري وعند الخمس باكجات أوكي واضحة قدامكم يا أصدقائي وعند ثمان سبنات بتحصل على لوحة تزلج طيب أصدقائي هلا اخترنا الشغلتين اللي بدنا نحدفهم خلونا نعطيه تأكيد ماذا خطأ ما بعرف حسنا عكل حال يا أصدقائي هاي الظبط متل ما انتم شايفين لف العجلة بتسعة جواهر اول اسپن طيب الشيء الحلو بهادا الموقع يا أصدقائي ان تستطيع التختار شغلتين ما بتحتاجهم تحدفهم الموقع ولكن الشيء البشع بهدا الموقع يا أصدقائي إنه اول اسپن بتسعة جواهر ولكن اسپن اللي بعده رح يصير بخمسين جواهر ولي بعده يمكن يصير بمئتين اللي بعده ما بعرف بالضبط كيف رح تكون الحسبة اربع مرات سعر سبن يا ازيقائي اوكي فما بعرف شو احكي يا ازيقائي ان شاء الله ما نطول كتير وان شاء الله بيطلع لنا سكن من اول سبن أو سبنانيا يا ازيقائي ما منضطر ان نصرف عليه كتير عندي واحد وخمسين جوهرة خلونا ناخد اول سبنة بتصعة جوهر يا ازيقائي وبعدين نروح نشحم تخيلوا من اول سبن يا ازيقائي يا رب يا رب من اول سبن من اول سبن يا رب اوكي يا رب الأول تحية للجيش يا أخي عندي طيب سار سبينلي بعده مثل ما انتم شايفين 49 جوهرة يا أصدقائي يعني صارت ضعف مليون مرة بس 49 جوهرة وأنا عندي 42 جوهرة يعني يعني بنحتاج لسه 7 جوهر يا أصدقائي في حدا معه 7 جوهر يبعتلي طيب أصدقائي جوهر لي معنا ما بتكفي فراح نطلع من الموقع ونروح نشحن جوهر يا أصدقائي ونرجع نحرق أبو الموقع طيب نشحن 2000 جوهرة أوكي 2000 وفي عنا الهدايا الشهرية هاي انه تشحن 2000 جوهرة ما بعرف خلونا نشوف يا أصدقائي أوكي موجودين يا أصدقائي لسه ما شحنت طيب خلونا نحصل ناخدهم في عنا هانا دهبية كمان أوكي نايز طيب دهبية و300 جوهرة أوكي طيب صار عندي هيك يا أصدقائي 2722 جوهرة أوكي ما بعرف اس الجوهرة هاي راح تكفي بس إذا احتجنا راح نرجع نشحن مرة ثانية يا أصدقائي طيب يلا افتح يا صديقي طيب هلأ عنا صار اللفة مثل ما حكينا 49 جوهرة طيب خلونا ناخد هاي لفة تأكيد روحي روحي معلم روح طيب يا ربي أصدقائي شوفوا بصي البطاقة تبع لسه لسه ما طيب كانت خلتوني أكمل أدعي خدوا هاي الميت جوهرة هادس من الثالث يا أصدقائي صار بميت جوهرة مثل ما انتم شايفين طيب قصيمة الحاضنة طيب قصيمة الحاضنة كويس نايس يا أصدقائي سار اللفة اللي بعده يا أصدقائي الرابع صار 149 جوهرة يا أصدقائي يا رب عطوني سكني أخي لازم تتركوا سكن للآخر يعني متل كل مرة قصيمة الملكية اللي بعده بخمسمائة جوهرة يا أصدقائي 499 جوهرة طيب أصدقائي أزاء الداكرة شو أزاء الداكرة هاياتو هاي شخصية هاياتو ولا سكن تبع هاياتو ولا صور لهياتو على كل حال أنا عندي هاياتو ماكس يعني ما بحتاج صور وعندي سكن تبعها والشخصية نفسها فمو محتاج شي بخص هاياتو طيب سار اسميني بعده يا أصدقائي 699 جوهرة يا رب سكني البنت يا أخي لازم يتركوا سكني البنت للآخر صندوق الباندا لو أنه قولد لو أنه كان قولد كان فوراً أعطوني طيب هلا باقي معنا يا أصدقائي بس سبنين يا رب يعني 799 جوهرة طيب يا أخي عطوني سكني عطوني سكني يا أخي ما بدي البطاقة والله عندي منها عشرة يا أخي بطاقة شخص أوكي طيب يا أصدقائي تمام اعتبروا حالكم ما شفتوا لا وينو اعتبروا حالكم ما شفتوا شي أنا شوفت طيب خلونا نشحن كمان ألف جوهرة لأنه 428 جوهرة ما رح يكفوا سبن الأخير كان بألف ومئتانة يا أصدقائي طيب اعتبروا حالكم شفتوا شي يا أصدقائي أوكي لأنه الموضوع مبين يعني طيب نفجع للموقع يا أصدقائي ملاك المعركة والله ما عندي هذا سكني يا أصدقائي يلا هاي 1199 جوهرة يلا خدوهم تأكيد طيب هيك صار عندنا سكني يا أصدقائي مثل ما انتم شايفين وفي عندنا هون هدايا أصدقائي البقجات شدق الناري البقجات تبع الأيكا دراغون أوكي نايس وفي عندنا لوحة تزلج هاي أصدقائي عطايا الملاك لوحة تزلج قديمة بأعتقد هاي ماني متأكد أوكي عكل حال خلونا نشوف يا أصدقائي إذا عندي هذا سكن مثل ما أنا حكيت أو لا أنا بتوقع عندي بس ناقص قطعة أو قطعتين ماني متأكد هاي البقجات اللي أخدناها طبعا من الموقع يا أصدقائي متل ما شفتوا أوكي أوكي شوفوا سكن يا أصدقائي طلع ناقص عندي بس الجاكيت تبعه أوكي شوفوا يعني عندي سكن كامل بس ناقص قطعة واحدة طيب سبع يا أخي لماذا بخيلين يا أخي سبع بطاقات حمر شو سوي فيهم خلونا نجيب شخصية بنتي يا أصدقائي عشان نلبس عليها الدحة الجديدة أوكي نجيب شخصية كيلي كيلي يعني بدون تفكير رح أجيب شخصية كيلي عارضة الأزياء بالنسبة إلي طيب نشوف سكن يا أصدقائي هاد هو ونلبس السكن كامل أوكي عن جد سكن خرافي يعني عن جد سكن كتير بيعجبني هاد سكن وأكتر شي بيعجبني بهاد سكن هو الشعر سكن أوكي ما رح نقول يعني خرافي خرافي بس خلينا نقيم ستة من عشرة يعني لأنه شوي عملاق صراحة سكن شوي عملاق خلوني أرجع لعند الشخصيات أوكي رجع الشخصية طبعنا يا أصدقائي تعال يا جزيف تعال يا قلبي تعال أوكي آ تمام هيك خلي السكن اللي عليه هاد كويس يا أصدقائي نرجع ندخل بقروب مرة ثانية أوكي في منكم يسألني علي لش بترجع تدخل بقروب مرة ثانية عشان سكن ينحسب لأنه أنا ضلت بقروب ودخلت جيم رح يلعبوني بشخصية البنت طيب في عنا هون يا أصدقائي بطاقة واحدة ليش يا أخي بطاقة واحدة ليش كأن كترتهم يلا يلا يعطونا قناع قناع لا طيب يا أصدقائي نكمل بثمانين جوهر نشوف بلكي يعطونا قناع والله يلحظ ينحض فيها عن جد خرافي طيب بس ما رح أكمل يا أصدقائي رغم إنه خرافي بس ما رح أكمل طيب فهذا كان الفيديو اليوم يا أصدقائي باتمنى أن هذا الفيديو يكون نال عجابكم بتمنى تكون ومانسيت تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة ده ما كنتم مشتركين تفعلوا جرس تنبيهات عشان يصلكوا بكل فيديو جديد عن فري فاير ويا أصدقائي المصابقة اللي حكيت على بداية الفيديو رح تكون بعد يومين إن شاء الله على حسابي على إنستجرام رابط حسابي على إنستجرام تحت صندوق الوصف بالدسكريبشن بوك شروط المصابقة أصدقائي أول شي تكون مشترك بالقناة على يوتيوب تاني شرط تكون متابعني على إنستجرام تعمل على إنستجرام وهي أصلا المصابقة رح تكون على إنستجرام أوكي ثالث شرط واللي هو الأهم منهم اثنين إنه تكون ما بتشحن أبدا بحياتك ما شاحن فيرباس أو بتشحن ولكن قليل جدا يعني شاحن مرة واحدة أو مرتين أوكي فهذا الشي ضروري يعني إذا بحالة كنت انت فائز ودخلت عبر فايلك لقيتك شاحن كل الفيرباسات وبتشحن فما رح أعطيك الجائزة ورح سلم ها لشخص تاني كيف رح تكون المصابقة يا زقائي بعد يومين إنشاء الله بنزلك ستوري وبعطيكم موعد بقولكم بعد خمس ساعات أو بعد سبع ساعات رح أعمل الروم تبع الفيرباس أوكي والموعد اللي أنا محدده يا زقائي بنزل ستوري فيه وكلمة السر تبع الروم أوكي طبعا لازم تكون من أول الناس اللي تشوف الستوري عشان تقدر تاخد وكلمة السر وتقدر تشارك بالروم بعد بمثل الروم يا أصدقائي رح نقول go اللعب رح يكون على المركز الأولى يعني المركز الأول والثاني والثالث هم اللي بيكونوا الفائزين لكل شخص سرح أشحلوا جوهر بحسابه واجيب له الفيرباس بإذن الله يا أصدقائي فهي المسابقة أصدقائي كنتوا حابين تشاركوا فيها مرة ثانية رابط حسابي على انستجرام تحت بصندوق الوصف بالدسكريبشن بوكس وصويا أصدقائي لايك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو وكان معكم علي عمر واشوفكم إن شاء الله على خير اشتركوا في القناة